مقدمين على رؤية سياسية جديدة ومقدمين على اختيار رئيس جمهورية بمواصفات خاصة 100% ليست متوفرة كانت في رئيس الجمهورية السابق وإن كل خطاياه وأقطاؤه نحن نسعى ونلبس رئيس الجمهورية القادم هذه الصفات هذه الصفات التي يجب أن نتكلم عنها أم أن أي واحد منهما يتحدى النتيجة دون أن تعلن رسمية بالطريق المشروع فعتابنا عليه نعتب عليه الحاجة الثانية ننتظر أولا التحقيقات التي تدم في ضوء المستندات التي قدمت والطعون التي قدمت ويجي القاضي بعد فحص وتمحيص وبصر وبصيرة كما يقول رجال القانون هنا ننطبئن إليه ويعلن رأيي تماما على السعب المصر أما أننا أولا عادي جدا أن الصراع ما بين الرؤساء والصراع كل واحد عايز يقدم نفسه يقوم يلقي اللوم على الآخر ويصف الآخر ويعمل الآخر ده شيء بشري أما إحنا فيه ظروف معينة وأرجو من الطرفين ويجب أن إحنا حين نلتقي مثل هذا اللقاء أن إحنا نوجه إليهما أن يكون المسألة صراع جميل والخلاف في الرأي لا يفسد وإحنا مؤمنين مقدمين على عهد جديد وإن المفروض الكلمة الأخيرة أن يكون الرئيس القادم أكثر الناس عقلا وتدبيرا وحكمة إلى آخرين اسمعي بقى قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضا غليظ القلبي لنفضوا من حول الدماعة بالرأي والحكمة والمشهورة وهي المفروض كده إحنا عايزين بقى نتكلم في الحالة كنت بتقوله ده بالزبط المشكلة اللي أنت ذكرتها في كلامك دلوقتي عشان فيه خلاف عليها الإعلان الدستوري المكمل الذي يعني هناك عثرات كبير عليه أنه وصفه مثلا الدكتور ثروة بدوي مثلا قال ده فيه انقذاد على سلطة الشعب وأن العسكري بيغتصب السلطة الدكتور نور فرحات مثلا قال الإعلان الدستوري هو مصدر الدستورية ولا يخضع لمعيار دستوري أعلى منه لأنه بيستمد دستورياته لا يستمد دستورياته من أي تشريعات ولذلك لا سبيل للطعن عليه بأي سبيل فإحنا دلوقتي محترين عندنا فقهاء دستوريين ديع واحدة ديع واحدة معلش عشان أوضح وجهة نظر فقهاء دستوريين مختلفين واحد بيقول لك أيها اللي عند دستوري واحد بيقول لك الأستاذ هنا قال أستاذ عبد الله قال أنتوا عايزين تدولوا التنفيذية والتشريعية وأنا كنت بقولوا الكلام ده مبارح عما يقولوا صراحيات الرئيس الرئيس تدولوا كل الصراحيات لا صراحيات الرئيس الدنيا كلها بتتكلم على صراحيات الرئيس بتاعت مبارك يعني حنرجع تاني ندير وقوله خد كل السلطات في إيدك طبعا هل لازم كان يبقى فيه طبعا هنكون أتمنى عشان المرتبة منضبطة يبقى فيه ماكي الشعب وفيه برلمات بس الحقيقة بس الحقيقة هو غير دستوري التخبة على قانون غير دستوري وطارق البشري نفسه حظر أيامها إذا طعنا عليه بعد من دستورية حيتقبل ده حقيقة فيه أخطاء فدحة رد علي في حتة الرئيس بصي نديله بقى كل الصراحيات نديله التشريعية والتنفيذية في واحد فيه شقين في كلها فيه شق قانوني فقهي اللي يقوله زي ما عوزين يقوله كل اللي يحق واللي يطلع يعترض يقول زي ما عوزين وفيه شق السياسة الواقعية على الأرض في صراحة السلطة هذه بسألة أخرى في هذه المسألة أنا بص للحقائق أبص للحقائق في كبر الأمة وبص للحقائق في المقاطب حيث مكتب الإرشاد دلقوتين الكبار في هذه اللحظة بيحسبوها بيحسبوها إزاي في كبر الأمة أف بلقاتهم وهي السلطة الواقعية على الأرض سلطة السلح نمر واحد لا تراجع عن إعلام دي سوري سواء نور فرحات تطلع صح ديفيكتو هذه الحقيقة لن يتم تراجع ولا أي قوة هتدى تتحدى لا لسه بقى معلوم أرجع تاني تردوا علي بدام إحنا لا تراجع عن إعلام دي سوري مطالبة المهندس خيرت الشاطر أنا عارفة يعني هو بيطالب بصفته بقى في الحرية والعدالة ولا في مجلس في الجماعة في الجماعة بيطالب بأن لا حل إلا الاستفتاء على الإعلام الدستوري أكامل بس سيادتك بس خليك معايك أنا لاتي ما بنقشش وجه الصح والخطأ أنا بكلم عن سياسة الواقعة هدك موفق على فكرة استفتاء أنا بلاقش في المؤطم وفي كبر الأمة الحقائق الأساسية في صراع على السلطة بغض النظر عن اجتهالات القنية نمر واحد المجلس العسكري تحت كل ظرف لا هتراجع على الإعلام الدستوري ولا هي يسمح بتحدي حكم الدستوري فمجل الشعب تحل وهذا هو الوضع الحقيقي سيادتك قابل تحلف اليمين كرئيس جمهوري منتخب سواء شفيق أو مرسي أمام محكمة الدستورية يبدأ أقريت فورا بحل مجل الشعب طبعا أنت كرئيس وأقريت بالإعلام الدستوري المكمل لو رفض إذا أنت رفض أنت لن تكون رئيسا للجمهورية واضح خلاص هل دا وعي هذه الحزبة الأولى لو رفض الدكتور مرسي أنه يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية لا يكون أعطبك الشعب إلا زي أحلف نبيل الدستورية معاشي يروح قصر الجمهوري ويتمالي السلطات تبقى لك هحلفها بالتحرير هحلفها في خد لا دا ما يقول زي ما عاوز أنا بقول الحقائق الأساسية بالليش دعو صح غلط هكذا الحزبة الحزبة في المؤطم مختلفة الحزبة في المؤطم بتعلق أن هذه فرصة كبيرة إعلان فرص برسي لتثبيت النتائج الأولية في حيث أن تكون النتيجة العكسية هي مزورة لأن خشة أن يصفر فوز شفيق وأحكام قبضة المجلس العسكري إلى التنكين بجامعة فدي الحزبة إنها معركة حياء أموت دي الحزبة رقم واحد فهو ما كانش مهتم في الأول بتثبيت النتائج الرئاسة قفص وقها إلى الإعلان الدستوري وباعتبار القبص خلف خطوط العدو لتثبيت النجاح لما لقى النجاح أو الفرص دي ما يعد أمر مرسلات من بي وفيه إشعاعات أو تكهنات أو تسريبات من اللجنة العليا أن الشفيق هو اللجنة في الدفاث ابتدى يعمل هجوم مضارد في هذه المسألة ولا بد أن تعلم فارو ركس فدي في مناورات السياسة أنا أفهمها وأقدرها يعني لكن الخوف في استراعات الحياة أو موت أو استراعات على السلطة العليا والإمساك بيها أنتفلت الأمور الترافية حسب بعلوماتي مش عاوزين استخدام العنف مش عاوزين استخدام العنف لكن أنا دي ما بقول وأي حد يرى التاريخ يا دكتور طب معنش بقى بس الشعب الآن شايف تحركات لو العنف هو الخيار الوحيد هيلجأوا ليه لأنه قدام هما بيحاولوا هما بيحاولوا هما بيحاولوا هما بيحاولوا ضالة أنه يتجنبوا الخيار العنف تمنحهم لدخول في هذا المصد هما بيتجنبوا ده لكن لو ده الخيار الوحيد هيلجأوا ليه هيلجأوا ليه إزاي لا هقول لحضرتك بس حاجة هقول لحضرتك بس حاجة حديك ده كلام خطيه أيوة أيوة فانديم احنا الناس قد يكون من المبلغة الكلام عن حرب أهلية وحرب شوارع قد يكون من المبلغة يعني مع حضرتك لكن أنا بتكلم ستة إبريل النهاردة قالوا هددوا ستة إبريل قالوا ستة إبريل قالوا لو فاز شفيق في حرب أهلية لكن خلينا نعتبر ده كلام غير مسؤول طب ليه كلام غير مسؤول بيتحدى يعني كل واحد هيطلع أنا ابن جلا وطلع الثلال ماذا أضعوا العمامة تعرفوني كل واحد هينصب بنفسه ستة إبريل بكر طبع سبع إبريل وتباني أبريل نسوا أول إبريل أي فضل لا أنا شايف يعني حضرتك كما بدأنا القولاً وعيد وهو قلنا أن فيه خلافات ما بين الفقهاء أو فاكهين كبيرين نور فرحاته يعني رأيين يعني جهبدة الفقه وأئمة الفقه اختلف في فروح فإحنا مش عايز ندخل في الخلافات إحنا دلوقتي الموضوع الأمامنا كيف نصل إلى اختيار رئيس جديد ده بيقول وده بيقول وقول الفصل اللحنة اللي هي أصحاب الاختصاص اللي هي لجنة اللحنة وبعدين الكلام بتاع احنا قدامنا نموذج حفل فيه التحرير لما جابه سام شرف رئيس للوزارة سام شرف كان واقف في التحرير وقالوا أن هذا هو رئيس وزراء السورة وكان واقف بجواره محمد بن تاجي محمد بن تاجي وقال جنبه لا 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 هروح أنا وأقول أنا ورأي ساموريك هو لم يخسن لم يخسن في الميدان أن الميدان مولد أنه لم يخسن عسام شرف اليمين في التحرير رغم أنه كان مدفوع بينه هو رئيس وزراء السورة وكان واقف جنبه بقول محمد بن تاجي وصفة حكيزي بتوع السورة والإخوان المسلمين لأنهم عارفين أنه شرعية منصبه لا تأتي منه دان التحرير ترجمة نانسي قنقر